موسيقى السلام عليكم اخوتي واشهر لكم لا باس بخير بوكي ماشتوا في العلوان يا خوتي بزاف من اللي بقى رحبلوني بعتولي على هديات على الجاسوس اللي اللي تقبض عليها ولي تصادي بزاف من اللي اهضر عليها وشفتها البقلة ما احبت ان اهضر عليها بصعراني شو بزاف رمي باتولي عليها يعني راه بيكترة قولت ما عليش اندين عليها فيديو لان عندي تساؤلات تساؤلات كاين توضيحي في خصوص هذا الموضوع نقرأوا على كل حال فينك هذه فوتبول هذه راهي تكلم نقلتها عن صفحة كومبيتيسيو أنا هذه كومبيتيسيو على كل حال ما بقري ما فهمتو وش يقول لك نقرأوا نقرأوا ونبعد نللل بعض التفاصيل تعال جواسيس هادو ما او الجاسوس هادايا وكيفاش تقبض عليه ولي تصادي وكاين ناس كانت من أصدقاء ولي تصادي تخرج فيه معلوماته كينس اسئيله بزاق منهم حافظ ذراتي منهم حوسين الابعاد منهم ملافق واحد منهم راني جايكم لي ان هنا يا الامر راه يتعلق باللايف اللي دارته صوفيا اللاتشفاو دارت لايف وعطات بعض المعلومات هنا يا قاستهم كي قاستهم راه يقول لك باللي القال جاسوس صادي القال جاسوس يعني مادام خرجة اخبار دخلوا في التفاصيل باش نفهموا الموضوع منيه قال لك تطور مسرح يعني تطور في الساحة هذه كان وليد سعدي قد اكتشف الجاسوس وراء التسريبات الداخلية في صفوف الخضر تسريبات يعني اللي دارت عليها لايف صوفيا يعني صوفيا دارت لايف زعزعتهم هنا قال لك الجزائر لكورة القدم عرب رئيس اتحاد الجزائرية لكورة القدم وليد سعدي عن قلقه بشأن تسرب معلومات داخلية تخص المنتخب الوطني الجزائر ووفقا لصحيفة المنافسة التي نقلت عن مصدر مقرب بعد عدة تحقيقات داخلية تمكن سعدي اخيرا من التعرف على الشخص الذي كان مصدر الافصاحات الاخيرة اللي قالتها صوفيا المعلومات السرية التي كان من المفترض ان تبقى داخل المجموعة انتهى بها الامر في وسائل الاعلام مما خلط اجواء متوترة بين الموظفين واللاعبين قال لك ووفقا للمنافسة يعني كومبيتيسيون يخطط وليد سعدي عند عودته من مونوريفيا حيث سيواجه المنتخب الوطني ليبيريا اليوم يلعبوا على الخمسة بتوقيت الجزائر والستة بتوقيت اوروبا وان شاء الله التوفيق المنتخب وان شاء الله اللاعبين يكونوا نرجالوا يجيبونا التلتمايقات لاتخاذ اجراءات لحل هذا الوضع استدعاء الشخص المسؤول عن تسريبات يعتزم يعني بعد كما قلوا بعد ما يرجعوا قال لك رح يعيط له الاتصاد ويتخذ مع اجراءات لهذا الجاسوس يعتزم رئيس واتخاذ الاجراءات لضمان سرية المناقشات الداخلية ركز المناقشات الداخلية هذو قال نقطة ركزوه اليوم انه يرغب في ضمان بيئة عمل سليء سلمية راني جايك سلمية هذي تانيك ركزوه اليوم بعيدا عن الاضطراب الناجم عن هذه الاتصاحات ويهدف هذا النهج الى تعزيز الانضباط داخل المنتخب الجزائري خاصة في الوقت الذي اصبح فيه الاستعداد للأحداث الرياضية المقبلة امرا ضروريا ومن خلال تأكيد على اهمية الوحدة والتكتم يعمل سعدي في وضع حد لهذا الوضع والسماح للفارق بالتركيز على اهدافه الرياضية وهذه كومبيتيسيون اللي دارت الموضوع هذا يا ولي اكتبت الاكتباه هذي نعاود نقول لهذا النهيقاط اللي كنا نقولوا عليهم قال لك باللي يعني هنا صوفيا دارت لايف وعقعت بعض المعلومات تركوا وقعشتوا لايف هذها يا هنا يعني هنا يأكد لك باللي يعني وش كان تقول صوفيا يعني صحح مادم 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 واحد يخرج ويكذب الاتحادية تعني وش تخرج تخرج ببيان تقول لك كذب في كذب ما كانش منها صح ولا لا لا يعني تنكر كيمان ضريا تنكر ولكن انه الاتحادية تروح تبحث على اللي خرج المعلومات يعني معلومات صححة يعني هنا الاتحادية مكذبتش بالعكسر راه يتأكد في المعلومات هذي رك فاهمني النقطة اللي راني حايب نوصل يعني راه يتأكد يعني راه يقول لك خرجت معلومات والدولة ولازم تكون استرية يعني هنا الاتحادية عرفت باللي وش راه تقول صوفيا صحح صحح مئة بالمئة فانتفاجئوا راح يحوسوا على اللي كان يسرث المعلومات والقاوة هرهم يقولوا والقاوة فيعني النقطة هنا هذي النقطة مفهومة يعني التسريبات اللي قالتها الصوفيا يعني صححة لو كان غير صححة كان كما بعض البيانات دات الاتحادية ما تأمنوش والناس راي يدير فتشويش ووووو ومعلومات خاطئة امون يعني زعزعتهم راح يحوسوا شكون اللي خرج المعلومة يعني المعلومة صححة هذي النقطة اللونانية نعاودون نقول لهم نقطة تانية هادا الجاسوس هدايا والسرية وضامن الاستقرار الداخل ووووو والد صادي هايذا ولا لا لا حبيت نسق سيكا والد صادي كيراك تقول بللي جاسوس ويعني والقيناء ولازم والاستقرار وما تخدش المعلومات حبيت نسق سيكا واسمه رفق واحد اللي خرج المعلومات منين كان يخرجها ها قول لي برك من كان يخرج المعلومات ما كان يقول لك العامين العام خويا مشي صاحبي ها انتم ما تعطوا في المعلومات ولا لا 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 سرية داخل 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 كما نقوله ارويقة المتخب الوطني جزائريك خرجوا معلومات الوسمه لنفق واحد ولا لا 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 اصادقونا وحسين الابعاد قولنا ما ما رش يخرج في معلومات ما كاش يخرج في القائمة ولا لا 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 هذا يعني عادي جدا قائمة او تشكيلة الاساسية اللي رح يلعب بها المنتخب مارش يخرج هذوقا قولنا يا يا اخي حسين قلت لنا بللي انا يا نخرجها وقت ما نحبانا يا نورمال هذا شي عادي الناس قاع المنتخبات العالمية تخرج تشكيلة على ما ركش تخرج فيها بلك هذا ما كان الجاسوس نورمال هذه ليست جوساسة قلنا صادي كانوا يخرجوا في تشكيلها ويخرجوا ليست جوساسة هنا في وقتك في وقتك نارمجا بالماضي دار دار وبعد يقصفوا بالماضي ملتم ما بطل في وقتك وليد صادي في وقتك في وقتك في وقتك في وقتك كانوا يقولوا باللي قويري ليست بوسط وعندنا معلومات من الداخل وهذه مقرابين ليه كانوا يضربوا في الاستقارات على الملتخض في وقت جامعة البل ماضي منهم معلومي منهم حافي الدراجي اللي قالوا من السنة ونشوفوا قويري اسكي لعبوا لا 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 هنا ما كانش جوساسة قول لي حبيت نفهم منح الشعب راهو حاير فيكم انتم كيفاش تخموا كيفاش تتعاملوا حافي الدراجي معلومي وسمه ريدا وسوس قويري ليست موصب لدينا معلومات من الداخل ونحن نعرفه باللي قراب ليك وهو من اللي بضوطه وعليك وهو من اللي ضربوا بقوة وكانوا في الحملاء باش تشدها ولا لنا قلنا برك حبيت نسكسيك أنا يا باركزومب على عدة أمور اللي راهيم حيارتني يا نايا هذه كمشي جوساسة يخرجوا في أخبار المنتخب يخرجوا كده حبيت نسكسيك رياض محر اسحافي الدراجي يا اخي صديقك صديق رورا والمقرب صديقك وضرب عليك بقوة وهو اللي كان كنتو دايرين الرقم واحد في الحملة الانتخابية المعلومات اللي خرجها باللي وليد صدي واسمه بيت كوفيتش عايطة الله رياض محرز ورياض محرز بحب شي يجي وبعد خرجها رياض محرز كدبها هذه مشي ضرب الاستقرار واسمك ريضا وسواس نا؟ قولونا هذه مشي معلومات يعني من الداخل سرية صحابك 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 واسمه حسين الابعد قال لهم في الحصاتي رفيزيونية قال لهم وليد صديقي وعيط لي وقال لي اروح الاتحادية قتلوا من جيش رك فاهم كيفاش حافي الدراجي يتسرب واش قال رياض محرز وكده ومنه وبل كدب بالكدب 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 أصدقاء تاك قولي برك الاشاءات اللي راي تخرج على شايبي ها؟ هذه مشي ضرب الاستقرار هذه مشي جوساسة من الداخل ها؟ راهوا عيط له راهوا ما عيط لهش راهوا تضارب مع بيت كوفيتش وواواوا تخرجوا انتم غير الكدب الكدب يتخرجوا عادي جدا باش تضربوا اللاعبين ها؟ قولي قولي ريدا وسواس هذا مشي ضرب الاستقرار يعني دك اللاعبين اللي ما استدعاهم ش بيت كوفيتش توسخونهم السمعة تاحهم باش كما قولوا الشاب الجزاري يقول لك ايه صح ما هذا غير منضب كيفاش دافوا على بيت كوفيتش انكم تشوهوا سمعة اللاعبين اوخر تشايبي بهدلكم من البارع ها؟ 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 هادي امر هادي كنتوا تخدموها في وقت جامل بالماضي تخرجوا في الإشاعة كنتوا واحد الوقت لعب صح ما وصاب كنتوا تهجموا عليه تهجموا على بالماضي وما كانش منها ها؟ ها؟ قويري كيفاش جاء لاباس بيغدوا من دق قالوا انه باللي راهوا موصاب لعب واحد قدرتوا حالة ها؟ فهمونا هادي وما الذي كان يخرج تشكيلها رو صاحبك 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 وقع لابنها يعني ما عندك ما تنكر حتى هو بفمو قالها تشكيله الأساسية كان يخرجها مهار قبل قبل المباراة ما حوست على الجاسوس اللي كان يمد الحسين الأبعاد الجاسوس هذا ما حوستهش عليه ها؟ والجاسوس اللي كان يمد الحافي الدراجي الأخبر ما حوستهش عليه الجاسوس اللي رو يمد نعطيه برا نفاريزوب الموكلة واسمه الأمين العام جاسوس مال رو يمد معلومات اللي رفق واحد رو يجي دي اللي فيديو ميت بالسعادة مرون ش مأمم باللي عنده مصدر يعطي له معلومات هذه هي البلاد تضربوه تكسروه حاجة عمليحة بش تقولوه عندكم معلومات وبلكدب يعني وش ما عندها بلكدب أنكم انتو ما تعطوهم معلومات بش ينشروها لرأي العام بش الرأي العام دورها قويري واسمه شايبي صار لاعب غير منضبط رك فاهم ريض محرس حبيته تشووله سمع فاهمونا بركدي الجواسيس قا انتو كومبلي جوساسا انتو جماعتك يا صادي كومبلي جوساسا مكاش اللي رويها دراف الفلاتو ما يقولوكش معلومات من الداخل و بالغالق و يشوهوه في سمعة اللاعبين قول لي بركة نحب يتنفهم الجاسوس الكبير اللي يمد التشكيلة التشكيلة الاساسية هادك هو الجاسوس الكبير محووس شعلي هادك هادك مش ضرب الاستقرار هادك تكسير المنتخب بالوضع عني جزائري ها؟ لغال ربي يهديكم و اقسم بالله ربي يبرك ان شاء الله المنتخب بتاعنا و اللاعبين يركزوا لاننا هم معا وحدة الاتحادية و اقسم بالله يا خوتي متأمنش عقلك مشي متأمنش عقلك مش نور مال هاد الاتحادية يا خوة مش نور مال صح مش نور مال و ربي يبرك ان شاء الله اللاعبين يكون عندهم قلب و قرانطة عبك بالله المدرب هذا ما رو فاهمه فيك مواله ما رو فاهمه ما رو و رو حاير راه هو شغل دخل فيه حرب هاوش تقول هاوش ما تقولش هاو كده و مع الصحافة طبالة بتحشموهش ها؟ كنتوا تطاكيوا الصوم فيكي ذو كوليتوا تطاكيوا في اللاعبين اللي معي عيط لهم الصعدي باش تحميه صاح Lei و تحميه فيتكوفيج ولا عيّبين ما تصعّلهم شونا و اللي تتهجمه عليهم م دلو وقت لا عيّبين ما عيّبهم ما يصنقهم بالماضي كنتوا تدافع عليهم فهموني يا ناس لا عيبين ما كان يصنقهم بالماضي كنت تدافع عليهم و اديروا حالا ذو كلاعيبين tissue Commercialjobs عندهم بيتوها مباطلة بس تتوقعهم مع الشعب الجزائري هاو ميستهلوش الاستدعاء قل لي يا ماديوسكوبيضو من الهجوم إلى الدفاع لا 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 من اللي كنتوا تهجموا على المنتخب الوطني الجزائري اللاعبين مكانش يستدعيهم بالماضي كنتوا تديروا حالة بالماضي وطلعوهم وترجعوهم قادي ميسي ودي كريسيان ورونالدو ودي مع لا بالي شنا سلاطان إبراهيم وفيتش وكيباش ما عيد لهم شيء بالماضي ووووو وذوق اللاعبين العاقلين تفل في عمره عشرين سنة وريض محرز قائد عنده ما قدم المنتخب حبيته توصفه للسمعة الدعو على جماعة يطلوش بيتكوفيتش بيش تقول حق البيتكوفيتش ولا بيش تقول الوالد صادي فهمت النقطة اللي راني نتكلم عليها ريدا وسواس ضرب الاستقرار سلام